موسيقى بزاف ديال بلد يقف شباكة الحب والغرام يرغب في النوم يلقى فارس الأحلام يجب أن يكون فقدك الحصار الأبيض لا يمكن أن تكون عرفة أنها تحت فهاوية بين قمطة الوغد يسلم منها كل مباغي ورغم هذا الشيء ستكون راضية كل هذا الشيء تحت سعر الحب الأبدي يجب أن يكون الساحر المغوار يجب أن يكون لها جميع طلبات وينتج معها الحياة الوردية ولكن ستحمل يديه وسيتقلب الساحر على الساحر وسيتم بثوب الحقيقي ثوب الخنيعة والمكر سوف نقالب الخيوط ضدها ويأخذ كل مباغيه حسين يمل ويخلها في الهاوية بلما يشوف مورا ويقلب على فارسة جديدة بشيخدها وسوف تسبقها وحيدة في الهاوية نضم بها وسوف تتلعب ذاك الحظية للهاثر اللي يطيحها في هذا الوحش وهذه ستكون القيصة دينا اليوم إن شاء الله مرحبا بكم جميعا شكرا لكل دعم ديالكم والكلمات زبرة اللي كتخليوليها في تعليق ومرحبا بجميع المتابعين والمشاركين الجداد اللي ينضموا القناة ولهم جزء بالقناة ديالنا واللي بغى يدعم الفيديو وللقي السام بعد ما يسمعنا نخلي لها لايك خليولي الأرأة ديالكم شكرا لكم واندخلوا لنصبروا للأغوار ديال القيصة ديالنا وأخيرا لتتحقق الحلم والوعد دياله أصبح حقيقة وغد نسين بلدك الخاسم دياله بين العمارات السكانية المتواجدة في واحد المدينة كبيرة كان عمارة مزينة وديك الأنوار والأضواف الألوان المختلفة من الفوق حسد التحت كل شي كيتكلم على العروسة ديال اليوم وعلى العريس اللي قدر أنه يقسمتها دخلوا لداخل طلعوا للطابق الثالث فين كان الموسيقى اللي كانت زاد أكثر وأكثر من على مرة كل شي كيتمشى كل واحد كيتحرك في جهة كل واحد شنو كيقضي باش أي كيتأكدوا من أن كل شيء غادي على ما يرعا ضيوف كيدخلوا واحد مرة واحد بينما جامال كيصاب حدك اللي كيدخلوا كيبتسم بشي ساعة مرسومة ما عليش فايفو كييرب يدخوا على ظهروا بحالا وقالوا بنبرة ديال الفرح بروك ويتمم لها على خير وطلع لها كبير بيد وضحك جامال وضحك جامال وضحك جامال وضحك جامال لقد تخسر الفلوس بزافة كذبا أن يضحك وضحكوا هكذا تقرر منهم سامية الملمحة لها مطريبة وعينها يتعيقوا يدوره ويتكلم جامال مالك لا يمكن ان يكون مرسومة جاوبه بتوطر مازال ما يحصل دابا كيان الناس جاوب فتقي غادي بسدودة وطريق وإنسحام بشي وعدك حاولت تهمية أنها تدع نفسها كتتمنى أن يضحك نهار على خير وبخير حتى دابا محستش براحة جسد العريس ومعرفت شلاش ولكن من اللي شافته الأول مرة حسست بحد الإنقباضة خفيفة في قلبها وكانت غادي ترفض وهي كتتحس بالأسف على العريس اللي جا قبله ولكن تبنتها رفضاته بأسباب ونويجهة نظر دياله تافه وتحت إسرار بنتها اضطرت أنها تنفض لهذا كشي اللي بغايت وليس تمرى الرأي ديالها ولكن لم أشعر براحة نهائيا ومعرفت أنها تدع نفس مشكلة ومعرفت شبير ومعرفت أنها تخرج منه بسرعة أما في الغرفة ديال مينا قلت تعمل كورسي ومعرفة صديقة ديالها ومقربة لقدروا أن يكونوا سوء مجد روحها كتقدلها في آخر لمسات ديال ميكا ويالله كتعاوني لكت تقديك طرحة ديالها ويتتكلم بالمراهة كلها سعادة ومتقي قشرة رانا أخيرا الحمدية التي تحقق أن تزوجها لا تخيل لماذا تكون فرحة رانا بزيتها مهادئة لكن الفرحة ديالك ويتشوف فيها لم تشعر فيها لم تشعر الفرشات التي كانت فيها وشفت فيها حيث هذا الإنسان لم يكن يبغيش ولم يكن يسرح لي وحضرتك منه حمرة وقلت انتغادة مورة لم أعجبها من كلامها رأيها إنسان جيد نعم 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 لم نعم فرحة سوف تسأل ان شاء الله على خير و سوف نفرح فرحه لا تستطيع ان تخيل اني سوف نفرحه عد باركة واذا هي منظر واحدة الساحب الخطوة الساحب فين او الزغاري يتصفين فين الفرحة دحكات رانا وزيرتها في الحضن تحس بسعادة اللي حاساسية وتكمل على فرحتها وقاسها تكملها في الميكاب بحسن الخرب على بره سعادة الاسواد الزغاري يتصفين على وصول الحريس دخل هيتم الداخل مع ايتو اول ما شاهده كان جمال كان يسلم عنه وكسوله ماذا يعطي قولتي؟ تسمله هيتم صبح النعم كانت صحام دخلوا مع جمال الداخل جاءت سامية سلمات عليهم بدأت تعرفوا مع العائلة والاقارب كان جمال سامية من يده ويقول له احد نبرة خافة سامية قد تكشتكعي والاسبين لذلك الغضب قد الخسيار دياله ونحن معاه في اي حاجة سواء كانت غلطة او صحيح والله لما بغيش سيبعدوا عليها لماذا لا تديرها ضرطة الفائل ديالك؟ سأحافظك جاءوا بعثوا بالنبرة غالب على الحسن يعني تخليه عريس تبارك الله عليه ما فيه ما يتعاب وتمشي لهذا حمده لله يحفظه صافي وي شوفها جمال بساسب يلا دخلي يخرجها باش تخرج عند عريسها قد رأسها بالإيجاب وبساس مدفوجه في داخل ديالها تحمد الله على وجوده بجانبها ودعت انه يهدي بنتها ويطول عمره ليهم اما في الغرفة ديال ميندا يرتفع ذلك الطرق على الباب حتى قلت ترانا دخل دخلت سامية شافت بنتها ويوقت بكامل ذينتها وذلك الفستان اللي زادها جمال على جمال فوق جمالها بدت كتشوف فيها كان ذلك البشرة ديالها مينة للسامر ديالها عنده الوزن المثالي ليس بديك الرقيقة ليس بديك الغيطة لابسها 1 الفستان في اللونج السهري كي بيين ديك المفاسن ديالها تجمعوها ديالها ويجب تشوف بنتها في ذلك الشكل ومتسمات من النتائم اللي شافت ماماها تشوف فيها قربات من النتائم بخطوات بطيئة حتى وقفات قدامها تماما وحطناها تبحانا ودموع في عينها أما من النتائم هي زيارة على الحضن ديالها بحلها كتستمد من هذه الطاقة قطع ديك اللحظة الوقف ديال رانا وكلامها ويلي واشغل تبقى وهكي معها مفهمتكو مش بعدها تلوم تحدموها وتكلمات فرحة الله يحميك وبعد عليك كل شر خبازة معها البرة وتعالوا أسود الزغريت فرحة بخروج العروس قلتت من نحظة هيتم والموسيقى كانت تسمع كل شي فرحان بهذه المناسبة السعيدة تقرب من هيتم ويتكلم كتباني بحل القمر حسست بالخجل ومنه من ذاك الغزل دياله دازل الوقت تحتاج الموعد ديالا انه يلبس ذاك الخاتم وتعالات أغنيات سيادي بلسي الخطوبة ولكن على الجانب الاخر كان واقفة للعزبة ديال الباب كيراقب ودير ذاك الخاتم دياله في اليد دياله كيشوف بقلب حزين ووجع كيتزاد كل مرة ثواني منسيقش بأن الحلم دياله كيتصرب من بنيت دياله والدعاء دياله مستعجبش حسب واحد العين قيباته في قلبه وكي يرقبها وبتسامتها لكي تتوسع مع حديثه وكي يتكلم معها مقتلش يشوف كثير من هكا شاف فيها مرة أخيرة ومبعدة تتحركه بقلب حزين ووجع وكي يظنش أنه بسهل والوقت كيتزاد في الجامعة قلت سميننا ورانا بالكاربيتاريا سكت تسولها رانا ما قلت لي ماذا أخبارك أنت وهيتم حتى تقص كس العاصر اللي كان فيدي على الطبلة وجوبات على التساؤل دياله الحمد لله مزيانين ولكن ما تخيلي شراحة نفسي وأنا كانت أعمل معه حاسة أن ذاك الشي اللي كانت خافة أنه غي ينكاشف يكون ظاهر وعادي وكانت بشي وانا ما خايفه رغم أن العامل اللي دازوا وحشتهم نديمة في خوف وفي الداخل اللي أنا شي واحدة يعراف بالعلاقة لنا ونخسر ثقة لي الأهلي فيها لعبتها لعنبه وذوء وحكمة وشكون قال لك أنها كما كثرت الشي قذيالهم مجرد ما كنت تكلمي معا من وراهم هتشي في حدات وغلط وانا حضرتك حمرة ولكن تبشيتي ورا قلبك ولغيت عقلك مفروض تصلي جركعات شكرة لأنه ربي في الحمد والله السلام معكم وقعوالو عارفة بأن كلامها صحيح وشحيل ما حضرتها منه أنه يتكشف السير ديالهم ولكن تنهذات كتحمد الله بداخله لأن القيصة تمت هكا بسلام وثبت جذارته ووفاء وبالوعد دياله وجاءوا تقدمنيها تكررت كيفاش تكلمت أول مرة معاه بعدما كان علق على أحد المنشور في أحد القروبات ديال فيسبوك ومن هنا كانت البداية يدير علاقتهم نهار مورا نهار حتى أتعرف لعب الحب دياله لغم اعترافه ما بحثلوش بالحب دياله بقى تكسبعت رسائل طريقة غير مباشرة بالموافقة ديالها قام هكذا بدوش بمدة سنتين حتى أولدك تصرع لي باش يتقدمنيها وفي النهاية يخضع ليها أولدك دياله بين أصابحها في داخلها وكيت تحسب الفرحة والراحة اللي همرها مدى قتلت عبا جاء المواعيد المحاضرة لقد أضبضوش بهم وتوجهوا لقاعد المحاضرات وكبن النهار هكا بين تنقل دياله بين محاضرة واخرى حتى جاء المواعيد اللي خطت تخرج فيه وخرجات غدال دارها بالليل في الدرد يا جامال قلت سامينا مع والديها كي تفرجت الفاسة تاك يتكلم مع جامال شو درت اليوم في الكلية هزت كثافة وجاوباته وعلوم وحاضرات كلها حتى طلعا ضرني راسي وصافي وجيت يتكلم سامي ابتسامة الله معك ابنتي والله يوفقك ويكمل جامال ومبتاسم إنتا غا تبدأ تبدأ يا ساميه تشري دك شيء غا تحتاجه منا بدتك هتفكر ساميه وجاوباته ما زال خاصة نكسب دك شيء غا نحتاجه حتى نبدأ نجيب بلحب شوية بشوية ونشوف السعر هكا قبل ما نزل نشتي حتى نعرف شو غا ندير وعاد هكا هكا نكسب من وقت الاخر كان نشري شيء حاجة ونخذ نهارك عارف غا يكون هاني كل شيء غا يدوز بخير ساسم جامال جاوب على كلام ساميه أنا بخير مرسح ولكن اي حاجة تطلبها منا مهما كانت بغيتك تشريع له لما تقلقي من نحية الفلوس أنا غادي غادي نعطيك اللي محتاجه ومدبروها حكي ما خستش تحتاج لشي حاجة أبدا سمسيني الطلبة دياله مجابة قربس منه ومنه وحض ناسه بس له هكا على خدوده قتله بسيسا معريض على الشفيفة لا يخلك يا بابا ما يحرمني شو من وجودك بناتنا أبدا شدد على الحض دياله وكايدا في الداخل دياله باش الله يوفقها يشوف ديما ديك سعادة دياله لأنه أغلى ما عنده ضوزات منا مع عائلتها هذه الليلة لا يوجد الضحك والترتيب للجهاز دياله اللي ستحتاجه في زواجها تدخلت الغرفة تدخلت على الفراش وريحة ترعليه اخذت التلافون من الجيو ديال السروال قد تلقى هيتم تصل بها جهاز مرة تصل بها جهاز رسالة في تطبيق الواتساب تلقى رقم جياله ويتكلم بنبرة تهكم بين فعادك الغضب ماذا يا حبيبة؟ يلا تفكرت تجاوبيني؟ جاوبته بالنبرة هادية لم يكن تتكسب مع ماما بابا والفراش تلاصي ولم ترى ولم تقلت لك مئة مرة تجاوبيني مباشرة ونخصني كل مرة كلمة زبورة مفهمتش لماذا أصب التلافون لم تكن عادي ولم تنظر غير كمي واتفيني لذلك أتيت أخير جاوبته لذلك ومعني لذلك من تكلمات من بابك وماما كذبة من كذبة تجاهز كذبة ماذا؟ يفكر بشي الماضي ولم يكن تكلمات على حديثه كذبة ما هو واقع؟ لا يمكنني هذا كامل، قلت لك تقاسبها مع بابا أكيد لا يمكنني أن أبكي هادره ونضجه في التليفون وعندما كيف تقول لي هكذا؟ هل تعرف أنه لم يكن شعارفين أنه لا يمكنني هادره؟ لا تفهمك الصراحة قام بساسم ديك السوخرية دياله ومزوجه بالبروض حتى أكمل كلامه بينما سيسي عده لأنه ليس لديه الحقيقة أو أنا غالط يلا بسلامة ضريتيني فراسي أقطع له التليفون بينما هي بقى صغيرة تشوف التليفون ومع ذلك المفعينة لا تفهمك طريقة كلامه ومع ذلك كيف تنظلها أو لا؟ كيف يفكرها في هذه العلاقة التي يروني بالنسبة لها لا تتحسبي النادن وكانت تظن أنها كفرز عليه فاجرات في المكان لا تتحسبيه في المدد تحديثه وكيف يبدو أن يصبح 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 وكانت تكاسبه حتى أغلبان الناس ونحساس ما هي حتى الخرام؟ ضرير شخص مازن كان سيجد على السجادة كي يضع الله بحض النبرة أهل الحزن والحرقة يارب أغفر لي وبرد قلبي على فرقة كنت كنت دعاء دياني ما استجبتش أنها تقول لي ولكن أنا راضي راضي بك وبالقدر دياني وعارف أنه ما يوقعش ليش حاجة خيبة كافيني ديك الفرحة دياني وانا أكيد عمري ما غادي نكرها للخير يارب سبرني على فرقة وقدرني أني نكمل حياتي من غير وجودها نظم الأرض وقدرني السجادة دياني وضعها في بلاصة تقع على فراشو كي يشوف السقف كيتفكر الخطبة ديالها كل الفيل وبتسامة شاف عليها ورجعت بذاكرت الأول مرة شافها في حد سوبر مارشي واللي كانت تشريش حواج للدار ومرة أخرى كان شافها ثاني في أفشاري حتى أولا حافظة عن ظهر قلب موعد يروصولها من ذلك النهار قرر أنه يمشي مورها ويعرف في نساكنة خديمة يتبعها لك في الخافاء حتى يصغر من القاياة تسكن معه في نفس الشارع الذي يتكون فيه وقرر بالنفسه أنه يتقدم له بالفعل ولكن رفضاته لا يأش ساعة مرة أخرى ويبقى متشبسة لقرارها بالرفض نهد مضايقه يتذكر كلامها ولكن لا يأش حتى نهار خطوبته ويقديك ساعة أنها لم يقدر لي ولكن برغم ذلك الشي يتمنى في داخله لو يتغير الحال وتصبح لي ولكن هذا صعب ولكن هناك شيء صعيب أو لا تشوقها أبدا أرجعوا عن تسهيتها في غرفة وملقت علالة حتى التلفون بعنف على الأرض حتى يسمع الصوت الذي يرزه ويحاوله ينفس على الغضب الذي يحس به بسبب تجاهلها لا أعرف لماذا يتكلمها بحالة يغيرها في ذلك الشيء الذي يدارته نهاره بضيق ويقلس على الكرسي كي يستغفر الله في داخله ليس يتهدن شوية حتى يحس برسه من هالخطوبة ما يعيش أنه يوقع معه حتى يحسس لي في داخله يبقى كيف مكان حتى يتكلم بعد ما أعرفها من الأول كان يحس بالسعادة ولكن حتى يحس بحالة لا 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 يحس بحالة ضراء المشاعر تجاهها بحل مشاعره بردات حل تبدل شي شخص واحد اخر مكي يعرفوش وفي النهار الثالي تعليم مباشرة في حد المول كتتتمشى منه ويا شارده بدكش لي وقاع البارح مهيتم كتتحس بيلا بحل شي تغير طرقالي ونهار الخطوبة ديالهم ولكين ما عارفش نواقع ما عارفش علش تبدل ما عارفش فين كين المشكلة اصلا تقدران الشروح ديالها في بشيتي وانا كنا اتضر معك من القبيلة وانتي ساهية ولو بتحبهوضو ما عليش نقلتي ما تتبهت لك قلتوا بزرج بيهم على فحر الكافي كان يفدك المول قلتت رانا قبيلتها ويا تقول لها مالك مليجينا وانتي ما معايش نهائيا ظفرت منا بيراق وتكلمت ما عارفت شغيك ساهية شوية وصافي ما شاء الله ما كملش على خطوبتكم فترة وباين بديتوك على تخاسمه ما يتكلم منا ما عارفت شوية وكي يتكلموا حي طريقة غريبة ما عارفت شوية صافي اللي فيه مكفيني ملاتها رانا شوية ما لم يحوجها حزينة في الوقت اللي هي منشاغلة فيه حتى كيتسمع الصونة ديال التليفون ديالها دالين على وصول رسالة قدت التليفون وشهت حتى تلقى رسالة مصافتة لها كي يقول لها كان اعتادر على لي درسوا البارح ولكن غيكس ما صب شوية والموضوع خرش في كنسية ما كانش ممكن تتكلم معك بصراحة بالطريقة هذي سمحي دي وما تغضبش مني قررت الرسالة ومع كل الكلمة كانت زات بتسامسة بين مرانا كترقب على الكثب كيفش تحول وجهة من ذاك العبوس الفرح شافت فيها باستغراء شنو اللي يوقع خلكها كتتتحولي بصراحة قدت مازالة بتسامسة على شفيفها هايتا ارسل ليها ماسا كي يعتادر فيه متى قشف فرحانة بصراحة ومازالة بصراحة انتساء حتى يا والله فرحك مازالو مازال نرد منها ويتقول لها يلا انظروا شوية وعدم شو ناكله اخذتها بسرعا وضعتها بسرعا وضعتها بعد ما كانت لك ايبا كلها مجموعة فيها ترجع وجعل الاشرقة ديالو والتي تتحرك فرحانا كتتكلم وكتضحك وصافي والتي تكاسم اي تفكير كيتسرب العقل على العلاقة ديالو والمسيرة ديالها وهكذا نهار مرة نهار وسبوع مرة وسبوع شهر مرة شهر حتى دات تلت شهر كل نهار كيدوس كيتغير فيه هيثا اكثر واكثر تولت العلاقة بينتهم متوسرة للغاية وباليوم الاخر كتقام مشادة مشاجرة بينتهم ولكن من كثرة حب من نديم كانت بسرعة كتسامحوا بسرعة كتغضع الاخطاء بسرعة كتنساء لكتناسة وكتحاول دائما انها تتعافذ العلاقة مش بشكل مطلوب في الدار جيل هيتم قاس على واحد الكرسي في المالكون كيراقبت نوجه بشروط كيفكر بزيار في علاقته مع منا سكي يصل لواحد القرار ولا نتيجة لانه مكاش كي يبغي عمره ومبغيها يمكن مجرد اعجاب تجاهها بدك الاعجاب بدك يزول وبدك يتلاشى وبدك يضوب ويموت في داخله حربة من انه يراضيها ولا انه يغلط معها ولكن قلبه كيدكرو بانه مين دا حب حياته اللي سعي لها تقريبا عامين وكيتواصل معه حتى خطبها خرش نهي دا قوية كي عمبر لاداك الشي كي يجول في الخاطر دياله وبعد تفكير عميق على علاقتهم قرر بانه غيخليها مغديش يتعب بها وقناع نفسه بانه عمره مبغيها كي تضغي مجرد تسليه واصلا ميتزوج ببنت تكلمات معها دوزات معها سنتين بلال العب ديال العائسة والاهل دياله عامين ويكيتتكلم معها في الخافاء وبهكده قناع نفسه وطرد اي وصواس او هواجس كي يحسد تجاهها ولأي خيالات اللي كتحاول تمنعه انه يوقف ديالعلاقة خد التليفون كيلعب فيه شوية حتى كيفتح تطبيق ديال واتساب كيقلب بالحالات هكا احتشاف منا حط لحط صورة يلا لتاقتصف داك المول دا الغضب دياله كيتفاقم عينيك يوسعه كي حسب داك الغضب وكي يحضرها واش حال مرة انها تحطش صورة لها في اي موقع من مواقع تواصل الاجتماعي ولكن كيفاش ما كتسمعش ليه وما كتنفش له كلامه كتفنن كيفاش انها تخلي يغضب منها تحرق له اعصابه هنتأكد بالله اي حاجة غايديرها ماشي غالطة ولكن غادي يكون اكثر ساعدة بدكش لغي وقع لها لانها غاية سهلة اخذت تلافون دياله داره على ودنيه كي الله بغيت تكلم ثواني حتى كتس يسمع ديك النبرة ديالها القيقة دك صوت ديالها دي لشحالها دي كان كي يسمع وكي يسمع ليه ولكن دابا بحسة احساس تجاعها تكلمات نبرة بوحد نبرة سعيدة مساء الخير فينك مغابرة من الصباح مباينش جوباي تسمع نبرة مكتومة وحدة دفلت الوقت يقتلك شحر مرة ما تحطيش صورة ديال بيت الصغرب ماهلك هكذا داخل سخون عدقينا صورة مش كتس في الله او لشنو ماعرفش هنا صورة صورة اللي فرحانة بها في الواتساب حتى مصورة في المون جمعوا الدماء في عينيها ماكي صدر بها طريقة قعد ماعندي ساحد غريب بغي صحابي وعائلتي شنو المشكلة بسحلة وجوب ضيق هات الصورة تسمسحوا وكي نحلف لك إلا ما تسمسحوش ماانعوش نظر معك مرة أخرى خرجوا عينها بالصدمة ومسيقاش شنو الشيكة تقولو شكدوي بالصح ويجوبة ايثان بحيطة تسمسح ديك صورة ويجب أن تسمسحها وقتعنا التليفون بلا ما تسمسنا الإجابة ديالها سفر بالضيق ونظر متوجه لداخل أما هي خلافة حالة ومتيقاش أنها كيتكلم معها بطريقة وكي مشيكي حاول أنه يتفهم معها ولا يتناقش ولكن كي كي أعمرها وكيتكلم منها تنفيذ في حاسمنا لها التليفون ديالها حدفت صور ديالها كله كاتب كي من نبرة مكتوبة بشي ما سمعت شي واحد دازل وقت كي سوني التليفون ديالها بلق مرانا جاوبات ملامت تشوف حتى شكون تسمعت صوترانا مالك دغية حطتي الصور ونبتحسيها ها يالك سمع ندخل نشوف تحييتيها بدأت كاتبكي منا حتى بدون شهاقة ديالها كيرتافه يتكلم على المفزوعة مالك شنو واقع عدت لك إذا كشي لوك وقع جاوباتها تهي خلق لك أنه خليه مغي يدرش معي مرة أخرى زفرات رانا بسخط ما عاجبه شاد ضعف ديال من ناتجاه تجاه أفكار واللي ما كرهاتش أنه تقتلعها وتقتلع وحتوى معها لعلها ترتح ولو شوية حاولت رانا أنها تهدنها حتى بدأت تهدن مقاتم على التليفون كتحول تخرجها من ديال المود وديك القوقع السوداء حتى بدأت تتكلم معها في مواضيع أخرى ما تتكلمتش معارا لأمر أخرى في ذاك الموضوع باش ما تخليش بكي مرة أخرى حاولت أنها تتخلي حتى تهدن وتفتح معها هذا الموضوع من جديد وفي صباح خرجت منها من الغرفة ديال بعدما لبست حويشها سيدادا عنها تبشي لكلية نتكت بزاسم صباح الخير تلقى سالسامية بنفس السامة المشرقة صباح النور الجامال قلت على الكرسي بينما سامية تضع لهم الفطور يحتاج جامال قل سمعه كيف يفطره رقبات سامية لم يحذير وجل بنتها كيبال على الإرهاق عين المفوخين بينا أنها كانت كذب كلي الكامل شافته جامال باش ينتبه لبنته أزل راسه بصمت وتتكلم بتي سامة مالكة بنتي وجلدي الكيبال مورها قوينة كتي كذب كي نفات كلامه يا كتب ساسم لا لا مكين والو ويتشفها سامية قل لك هنا شي حاجة بنتي يقوليها نحلوها من دابة تاسمات الحنان ديانو وتكلمات بوضو لا لا مكين والو كان شي حاجة غنقولها يلا خسني نزل يلا بسلامة بسهم بلج بهم وخرجها تكذر بقم ما يعوديش بضمعات الموضوع رقباتها سامية بقى عيون متفحصة حسنت سدات الباب وتلفتت عن جامال البنت وقع لا شي حاجة ما بغش شكور قلت لك باركة لماذا لا نوافق عن عدد الولد لا نرسح لها شبتي حالتك يا ديرا ما هو مهزن شاب محصر من ولد الناس وكان عرفوه مزيان وأي بنت تسمينه واجهو بجمال بعدما حد ذلك المعلقة قمت بوضو أنا ممكن شجبر بنتي على شي واحد ما بغش وعد يلي اخترط وخلت تحمل نتيجة قرارها بنت كبرت قصغيرة لكي نقول لها ديري هاتي وديري شادي قد نحن مورة ومعاه في أي وقت حسنا أنه خطر لأي نبعده وليس مصدر ما في هذا الموضوع من لأي ستحتاجنا لأي ستتعود لنا كما جمال حديثه وردتها وخرج من الضام وفي جهل خدمته بينما سامي قد تكدع داخل هالبنتها وأنه تحيد الغمام من عينيه وتشوف الحقيقة لها وكيف لا يشوفها كاملين بعد من ذلك الحافثة وقادت قريبا أسبوع في الضرد يا جمال قلت هيتم وقبلت منا ويحاول إراضيها ويتصالح معها ويتكلم بأحد النبرة حانونة كانت صادر وغار في غلط وغلط ركمني من ساسي الراسي ولكن قلبك كبير وستسامحيني الزرط رأس بالنفي وشفص فيه وكملت بجمود تثبت لتي وقلت هيتم لك نعرفه كل نهار كان كتشفك حاجة جديدة أول مرة كنشوفها وش أنا كسمة مياه لك ولا انت لك كسمت العلية باش قدرت تخبي هات شي كامل من هيدو ما كانش عنده جواب واضح لا سؤال حتى انو كي هرب عيني من عيني بقى ساكت رجعت بوضوح أنا لم أتحدث لك سحاجة لكن تقيقيني سأعني بنفسي بقيت تعرف دست الساها واكحة وإراضيها حتى خضعت لي في الأخر لأنه على الرغم كل شي أي حاجة كي دراف ولكن قلبها ضايح في العشق ديالو ومقادرش أنها تصنع جمود كثير من هك قلت سمعها شوية حسقط تحديث دخول جمال عليهم بتسامة لابسة ولدي ونقض بالجسد وصل لمالي وقل بتسامة لابسة أمي يحتاج أن أخذ الإن ديالك بشكل شف جمال بتيمام تفضل يحتاج مين معي نسافر ولدي أمي أمي مراته ولداته وعارض نمشي 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 نهار معهم في سبوع ثم ديالك من الوقت التي تخطبنا ونحن لم نخرج مع بعضنا عد سنكون معا ونرى في النار إن شاء الله قال هيتم يحاول يقنع حسب بعد منا هذا وافق وخمع ليس الحال ماذا شف الحظ في عين بنته وليكن أصر على الرفض ولكن في سبيل ساعدة سيجعل أي حاجة يشوف في عين هذه الفرحة والمشي سامة هيتم منطر ديال بعد ما مختار القرار مش مرتاح توجهت منه يا فرحان بالموافقة لأنها تخرج مع حسب الحماس وأنها تحلق بالسعادة في السماء تخيل هذا النهار وكيف سيقع معها وكيف سيقع معها وقررت أنها تصل برانا تكلم على آخر الأخبار وعلى اختيار طقم مناسب لأ المناسبة لكي صباح بكريب ودرجة مال وقفت منا لابس واحد لحد عالي لبس وطمنات على أن الحاقب فأي حاجة تحتاجها تدخلت سامية من برا وتكلم تحاول تخفي لم ترتاح لهذه السافرة هذه قلت لك بلاش منها سامية لم تتحمل هيتم ولم تتقبل ولم تريد دخل الخاطر ولم تحاول أنها تصل لديك مدحو قبل ما منها سال اخذ ذكاتها بحب قتلها بتدمر ولم تتحاول لم تتحمل ماما العدي فهذا ديما مبرز على ماما وغير كل شيء يجب خير وفي الهشية سأرز في سامية يلا تزاوز يلا بإزدار لا لديك لحق دغية شاب مين مرة أخرى في المراية الأخرى سلمت للم و تجري موقف الوطو بيس لكي لا تفوتها للسيارة و بينما تتكلم سامية ياربي حميها و حفظها لا يوجد من غيرها حاولت تنتين نفسها و انشغلت في الأعمال الدار ولكن مره و مره توقف و تدعي معها لكي ترجع لها بان خير ولا خير من لما توقع لها شيئا سافروا نزلت من لما السيارة و اخذت نفسها عميق و زفرات لكي تساعد لذلك مقبل عليه كثير من المشاعر كي تحس بي مبين القلق ساعدة توتر كي يسيطر عليها مليد العطل قيطر و يحس انه ماشي بخير حس بالإحياء و حلم تغذياله كي ينخافض بالتدريج ولا ترؤية مشوشة شوية ولكن كان جاهد باش تغلب عليها تبتس واحد سيدة قاس حدا ليحسس واحد الايتي زاز طفيف في البنت اللي قاس حدا تسولاتها يفكشي حاجة بنتي جاهدت منا باش يبين صوتها عادي ولكن ذلك الاهياء تزاد عليها بشكل مخيف تخرج صوتها بشكل ضعيف اللي عالم سيانة جاوبة سيدة و هي تشوف حالتها لا بنتي كيف شم زيانة فتنتي قمات خرجي أخبرتها بشكل ضعيف جاوبة سيدة حسب الخوف عليها نعمل الان لم تستطع لديها لا تستطيع التحرك كان قاس أحد راجل في أواخيرات لا اقتالي قابة بشكل ضعيف و هي كلمة سيدة و هي كلمة سيدة محل أن يسمع كلامه اذا كان يتكلم جدا الان سأضع الان الان سأعيد بالحجاب فهاده اضعه فهي تستطيع البلاس فهي تستطيع الان فتاكي لها سأتأكد بنتي وبعدها خافت قريبين ويقول بك الرجل سأصل الى البلاسة قد تستطيع الان الان شفت فيها مرة أخرى وداخلها دعت لها لترجع لدارهم سالمة ويقع الأولى حاولت منها أن تسيطر ولا تسيطر على إجازتها حتى تستهدن قدرت تأخذ واحد النافس ووثيرة طبيعية وصل القطار المحطة التي ستنزل فيها كيف يتكلم ذلك الرجل مع منا؟ يلا يلا الحقوق أنا سألوض أن أضع الدكال لدراعي وصندعي أعرف أنه لا يستفع ولكن ينفع على الختي وممكن أن أختي في شنار تصار الموقف على هذا لتسيطر عليها لكي لا تسيطر لا تسيطر عليها لتسيطر عليها ثم منادلين بزربيهم بعد ذلك تقلس على الكرسي بينما وراءهم كان أحد الشاب صغير يرقب ذلك الواقع قف قريب منه لا يتعلم حتى يتكلم ذلك الرجل أنا سأجيب لك شيئا تأكلها لكي تسيطر عليك خرب ذلك الشاب منه ويتكلم بسي ساما سوف يصير الثاني أرقف معه وفق ذلك الرجل بسرعة يجري بيجيب لكي شيئا تأكلها بينما هي حاولت تخرج التليفون ديالها من الساكتة نشحات قلبت على رقم هيتم باش تصل به ما جاوباش أول مرة قتموا راح تجاوبة بعد عدة اتصالات ومنا جاوبته بإعياء وصوتها كتحاول تخلي عادي أنا وصلت أجي دغياحي تعيين وما قادرش نتحرك ويتكلم هيتم بلاتي أنا ما زال تسني بلاتي خليك سمتنجي شدي في رأسك شوية ما زال مع الطلب ويتكلم منا بغضب قل لي كهي أنا أخي تجي دا ما تأخذني ويتكلم تكلم معك أبوحة طريقة لذات نرفزها أكثر قلت لك ما زال قاعدة أنا غيخصني وقت باش نجيل عندك مش يسأل يخصني شحال ديال الطريق باش نوصل قطع على التليفون بلا ما يتسني الإجابة ديالها ماذا ما عدت معفهينيها بغني نزله بينما ذاك اللي حدا كيتكلم معها وش أنت بزيانة؟ كانت كتفكر كيفش كيتعمل معها بطل يقول يطلب منها أناد شي ماذا حضر معها السبوع كان خصوة يكون كيتتنها في المحطة ماشي كي يقول لها تناي ماذا أنا مع الطل ماذا ترعصها بدون كلام شافت قداما بشوروذ وذك العياة كانت زادة لها كثير وكثير شذاك الراجل وواز معها صندبيش ووحد القهوة كب الحليب يحاول يرفع لها ذاك انطغط ديالتها بشوية قلت حدا وعونا باش تأكل بدتك تساين لوعي ديالها بشكل تدريجي حتى قدرت تاخد النفس ديالها بشكل طبيعي وذيك الرؤية بعد ما كانت بشوشة ومضبة عاد بلتها كف حالة ديالها طبيعية داك يتكلم معا باش ياخد انتباهها وتجادب معا ذاك الحديث باش تفق بشكل كامل وتبلو بلا ولا تبا اخر عاد باش يخليع وش غايش شي وحديد تك منه ولا بغيت نوصل لك البلاصة اللي بغاها شافت وكاتن في بتسامة اهو خاطبه غايجي تيني كان خصوي جدا بغيت باتتسلت بيقالي بقي لي شي حاجه غادي قد يقضيها وغادي يجي اهو بقري بيجي استغرب ذاك يا راجل من هذا اللي عاربين اهو خاطب تبو حدها وبلاسة الاول مرة تجي لها ومريضة وعيانة وما اهتمش بها يقول لها بلا بعيدة لها داست قريبة من الساعة تجاها اهتم يقلب اعلام بعد ما تصل بها بشعر بلاسة تكاتب اللي قالت مع واحد الراجل ووحد الشاب تهويه حسب الدم يغني وفاروقه كيفاش قاسها بكل اريحية كاتب تسمليهم واللي جاي كي يزرب على قبلها باش يلحقها فاجأة شافت فيه منه تكتلقى قدامها وجهه جامد وعيني كي يتلقى منهم ذاك الشرارات بديل غضب جاي جيتا وتكلم دون اتمام ما قل اسمها مسؤولة يلا باش نمشيوه وانا تبقى حراج من ذاك الكلام ديالو وانا دهر هاتو لدوك الناس اللي كانوا معها وانا دهر راجل احسا هو مديد دعو سلم عليها بينما هيتم كي يشوفها بورود ويتكلم مع ذاك راجل وحط طريقة شفية عنيفة قبل ما تكون الراجل وانا تأخذها وانتهى كم كاعي تدخل بعد سلم وعرف شنو واقع مالها واشي تجي تقول لا يلا الله وتنوض معك محمد الله انه انا ودي السيدة اللي معي وقفنا معه وكان شي واحد غيرنا كان غيستغل انها ما عارفاش البلاسة ومريضة كان غي درفع شي حاجة خيبة ياريت تعتك تفكر شوي قبل ما تنزرب على شي حاجة ما فاهماش ما تغير واشتعب يتكلم واشهوم مينا جاوبات بسيتامة خاجولة شكرا بزاعة اللي درتوها معايا كون مكتوشتا اكتوشتا اكتو انتاع فعليا الله يجنزيكم بخير ويجاوب بعدك الرجل بوضو واجب أنيسا وكيف مقتلك تفعل خيبة وانا عندي ابناز بحالك ممكن في اي لحظة يوقع موقف مشابه ولكن الحمد الله اني اني يوقف تمك وكيف شي واحد يستغل الوضع ديالك اسوأ استغلال خداها ما يتنبل ما يتلفت لهم جارة من يديها والاخر اربقوا بحد نظرة الغضب جارة بشيوم محملوش مغرور ومتكبر لا يتعاملش مزيان مع الناس ولا يقدمش هكا الشكر لحد اللحظة التي تحسبي لانتا عود في واحد الانسان وقفتي مع الاقل يتكلم معك وحتى طريق لزوينها ثم سيبجرة من يديها ومراقبينهم ضرب الراجل يديها يبتعجب من النار يدخل رجولا هذا الدرجة والصغرب انه مبينتا ردت فانا تجاهها كيفاش هي مريضة ولسولها تكلم مع هذه الخطوبة شافة يوم ذاك شاب باستغرب لا اعرف شانا كيفاش مكملة مع انسان بحل هذا لا يتسمى ما تسمى بها هزل اخر راسه باستغربته لا اعرف صراحة لذلك الدرجة لابنا سولوهم عمينين اوه هي كون مرصبط معلق بالخطوبة لان كلها كله يدل انها كان ابنا سمشي حاجة بابنا سولوهم عمين باستم الحب وراضين انه يقع لهم اي حاجة لا تستطيع التعرض لان تبغيه رجالي الاخر الزمان هزلو ذاك الشاب براسه موافقة على كلامه قاعد كل واحد بشافهم الوجهه ذاك النهار لي ما تتكلمش فيها هيسمعه منها تقريبا ومدرح تردت فعلي مسؤولها فيما كيتفكر قلوسها معاهم وبتسامتها لهم كي يحسبي الله غادي ترتق كيف يفكر شنو غادي يديره مجرد ما يرجع بها البطار تسال ثلثي خرجت منها بجلس مع حماسها بعد مخبرتها سامية بلقى سفصلون خرجت خرجوا حينها بصدمة بدك الشيء اسمعته وكتقول له تكسيدة لا يعرف كل شيء قسمة ونصيب وكأنه أنا تجيغ نحن نخذ الشيء الذي جبنالها بنتهبت الولتي والله يرزقهم بزوج بيهم بالأفضل موعات وش دكش اللي تسمع له بالصح والعلام تجمدت بلاصة ويكترجع وكتسرجع وكل كلمة سمعتها فقالها وكتجسد قدامها وشاريت حياتهم من بداية كلام وحتى الآخر نهار تلقى فيه ما قدرت تتحمل لك الصدمة حتى حسنا تبديك الرؤية كتشوش وطاحت بعدما فقدت الوعي ديالها تكسمع الصوت ديال ارتطامها بالأرض ما تسمعها كتجري خرجتها تلقى من تفاق ده الوعي ويتغوض بنتي أصوات كيجو من بعيد علاقاتات متقطعة كتبشي بصورها مميزات ما بين الأصوات اللي كتسمع لها والو حلت عينا بشوية رجعت سدسة نتيجة كنتو القوي كتسمع سامية كتبكي هيا كتفيقها جامل هيا كتفيق ده الضربوعة اخرى حتى فاقت وسترجعت وعياتها دريجيا حتى وعايت لشن واقع قد وردها قاتل حدها ونصوم على وجههم الفزع والحزن حاولت منها تنوط حتى عاونتها ماماها ودرت لها وسادم وراءها ويتتكلم مين نبرة مرخافة ملدك العيام شنو اللي وقع معاقل على الوالو تسمي لها جامل ما كان والو حبيبتي عيتي شوية وفي قتل وعيتي قصورة قلت أن شوية وغادي سفيقي معاقل على الوالو قدرت يدي على راسك تحاول تتفكر شنو اللي وقع تبدو كي خرجوا عينيام لي تتكتتفكر صلبات ومدارت تردات تفاعل قائق عادة كتنفاجر بالبكاء كتنهار قرب جمال منها حضناك كي حاول يهدنها قادة كل جسد ديالها كيرجف وكتشاق وكتتكلم كلمات متغطية شنو هش أني أصاب خلاني بعدت سنين ودك الحب كله فين هو يخليني شنو درس أنا شنو درس ودت تسامي يا كاتب كي حالي الحالة دي البنتها اللي علنات نهيارها واللي فاقت وجامال كي حاول أنه يهدنها ولكن بقيت غيك هتخالبق في الهدراء ورغم هادشي ما فهموه شنو كتقوله وما فهموه شنو سبب هاد الانهيار وش هادشي من دول العلم دياله ومو عند هاد الحد بجره وطاربه وحسو بالقلق وخاصة جمال اللي حاول أنه يطرد أي هواجيس كالدور حول هاد الاطار تذكرت منها دي كرايات اللي وقعت معها وكيف اشتلت علاقت ومديك الطريقة اللي مفهماتش حتل دابع علاش وكيفاش ولكن القرارات تصل بيه يقدر كيديرها كباشي عاقب عليها دكشي اللي وقام اللي كانوا مسافرين ولا شي اللي كانت تعيش وكله كذبة وبعد شوية تصل بيها وغايتكلم معاها لانه ما يقدرش على فلعقة وغايتيرجعهم جديد كتحاول زيل أي خلاب بيناتهم بقاس غيك هاتبكي والجسم دياله مبغاش يتغدن وتيرا دياله دياله كل مادا كتزاد أكثر وأكثر وجمال غيحاتنها كي قربت على شعرها وظهرها بغضو بينما سامية غيك هاتبكي حدا وكتقرع لها آيات من القرآن لعله وعزت تهدن شحال ديال الوقت حال تتكت تهدن بالتدريج بحلها بغت تتهرب من ذاك الواقع الماريد اللي مخذتش منه من غير ذاك اللي كسرة ديال قلبها وشتفحت السوبات عميق دازو أربعة أيام حلت سامية الباب حتى اطلقتها رانا بسي سامة تكلمت سامية بحزن دخليها بنزي دخلي دخلت لنا لداخل غدا مرة سامية متوجهين جاءت السالون قدست لنا قبالتها ويتتكلمت سامية مرهميننا تلت يمكن صور علامة تجاوبني لفتاليفون للمساجات كنت سأجي اليوم نطمن عليها ولكن سبقتيني وتصلت بيها ما هو واقع؟ نادات سامية بحزن ودموع الجمع فعيني تفكرت ما هو واقع لبنتها هيتم هيتم بعد ما سافرت معه مش أقول لي عائلته وموجات بعدها بيومي بش تاخد دكشي دياله وتقول ليها كل شي قسمة ونصيب منا سمعت دكشي وطاحت وجبنات الدكتورة كشفت عليها وفاقت بعدها حالتها خيبة أربعية ما كتتاكلش وفي دماغي كاتبكي حابسة نفس بيتها لا تخرج من غيرك لي خرجها من هذه الحالة شاقة لها باستغرام كثرت المفاجأة التي سمعتها حاولت السواعب ولكن صدمة كانت متزمي لك منها كانت تتكلم سامية كنت حاولت تفهم لماذا توقع هذا كنت تتكلم بحالتها حتمي كانت تتكلم بغاية الحب كامل وخطوبتهم يلا هدفت عليها شهر مشهر إلا لكن شي حاجة أخر نحن لم تتعرفين حاولت نلغة السواعب كلام حاولت تفهمها ما ذلك شلقت تعاني عارفة بأن الفصال يلو عليها بحال ديك القشة اللي قسمت الظهر البعاين شافت سامية ومعرفت شنو غتي تقول لها قد تتكلم كيف هتقول لها وكيف هتكون ردات الفعل لها 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 قد تعود لها حاسة بالخوف حسنها يكملتك العامة ويزوضح لها أنا حاولت بزاف نمنعها ونقول لي أنه ما يمكنش ولكنه كان يتمكن منها حسن تتكلم بالإتراب وما عرفت شنو تدير ويدخل عند بنتها تعني نفع هذه العلاقة اللي بقيت في السر ومع عائلة محافظة وهم عند شي ممنوع نهائيا مكن شي حاجة سميتا أن بنت تتحدر مع شي شاب هكا في إطار اللي غير معروف ونسبكي على الحدي لبنتها قرجتنا هي دقوية كتصبر على حالها راقبتها رانا على قرب وداخلها حاسة من الخوف مرة ردة تفعلها ويتكلم رانا كتصحاول توضح لها أكثر أنا عارفة أنه صعب ليكس ما يحاجة بحالاتي ولكن ده بأي ردة تفعل ستنعكس عليها ولحالتها عوض ما نكون أسبب أننا نخرجوها إحنا سنطيحها أكثر وكثر ديك ساعة ساعة الوقت يكون دهز وما قدش نقدر نعتقوها سكسات وما تفوها شبت كلمة قررت تخليها بوحدة حتى تستوعب ذاك شي اللي قالت وشنو اللي غا تديرو مع صاحبتها ونحست بالقلق وتأخذ توتر كيف من اللي جاي والغرفة ديها المينة غرفة مظلمة فعلة ضولة شوها ولا وبسيت نعتها على الفراش كتشوف الفاراق قدامها لما تطور عيني نهائيا فيه كثير بلاسة وحدة شي اللي كيدولها لأنها كينفد الحياة والتنفس ديها الهادي سبعة دققان في الباب مهسماتش كاعة تهد الأيام دخلت رعنا بخطوات هادئة كتحاول ترسم الامتسام على شفايفها ضوات ضو وقصص على الفراش قدامها ما تحركاش بقى تساكنة ما كانا تتكلمات رعنا ياك كل مرة كنت أصل لبك ثلثي ايام واليوما اليوم الرابع ما تجاوبيش ما تجاوبيش ما تجاوبيش على كلامة بقى تشاردة في الفراغ مرة أخرى ستتنى ذا ترانا بحزن وقتلا بحانا تربط على شعره عارفة انك تزيبوك تصعيب خصوصا انه كان اول شخص في حياتك ورغم ان ينبهتك وقتلك اللي بحلها يسم ما كيتبغاش هذا هذا اخير سوغي كيتسلم الحمد لله ان الموضوع جاذبه في الخطوبة احسن ما كان يوقعش حاجة بعد ما تزوجه قلي الحمد لله مقاطرة انا كتكلم معها تقريبا نساعة ويغي ساكنة وساكتة كتسمع بلاهتمام احسن اتفجأة وقلسات اخذت التليفون دياله ثواني احسن اعطته لها قررت انا باهتمام احسن تبصد ما بدكش بكتوب كملت الرسالة وتكلمات بغضب قدرها ميستهلش بكاهلي نهار واحد قدرها ازبل هذا كيلعب بالبنات بحلة جوالي عنده مزوينة هادي كون كان غيزوين شوية ولا شي حاجة شنو كان غايدير اول مرة اخرت صوتها قلت بنا مرة خافتك اتحمل الحظ انا يبقى عني هاتشي انا اللي بغيته كان اول واحد في حياتي وعبته كل حاجة كان متالكها حاش كيدير معي هاك شو درت فيه شو درت فيه خايد باش يخليني به هاتطريقة ها فيه الوعود دياله فيه الحفد دياله اني اول حد في حياته كل شي تزبخر مبقى والو ترك القد ما فعيني ها حسار انا سيعيني اعمار ونتمو على حاسها حاولت تتماسك على قبلها تقتلها الله اكيد عنده حكمة في هاتشي فاد البعد وممكن الله بعيده عليك لانه زوج غير صالح وعده شو كون قال لك انه هبسي كل شي لي قدشي كان مجرد صارب وغده الصينين وغد نسيه لانه هو ماشي الشخص لي يتساهلك عارتي انا فرحانة والله فرحانة حيث بعد عليك كل الهركز كان دعيلك انك تفق قبل ما يفوت الفوت طح كاسمينا بسخرية هات دراجة كتمع ميه ما كتشي في حقيقته الزط راسة بنافي وشاف سعبه ذو ممكن لكل غلط ديالك ولكن حتى هو عارفي ما تسلعلك من درجة ان كل حاجة كانت كاسبا قدامك انها حقيقية ترماس من افحض نرانة كاتبكي بحرقة على دكشي لو كاليها ما عارفاش مش حاسة بالتحديد ولكن اللي قادرت اسواء ان قلبها يقلمها حاسة بحل النبضة دياله وبدأت تكتر قد يتوقف شوية بشوية حل قلبها يقف بندلوها تكتبكي وتبكي على سينين ضيعاتها من حياتها فوهم ولا حب ما كتعملش والجذور ديال واصلا كاز مخشوشة كلما كتتذكر شي حاجة وكترجعت بكي عقلها مبغاش يرحمها وسبحان الله مع الوقت الانسان كينسة اولا كيتناسة انسان نعمة اللي اعطينا الله بعد مرور سبعة اشهر دخلت سامية لبيت منتها باش كتت تقولها خرجي خلاص يتشوف فيها عشان تشابنتي اللي ديرها في رأسك والولد قيلس برا انتي غتخرجي بها تشكولاتها كانت منها لابسة واجهة عادية مكيناس مش هد المناسبة مديرش مكيج نهائيا ويلو كانتظن انه هكا غدي تفوز عليها ولكن كانتش عارفة بانها غتهين واشهد الإهانة مش ميرجعش مجددا كانت تفكر خلال سبعة شهر لدات دخشي اللي بقى كيفاش تجاوجت بصعوبة الفرق ديالهيتم كيفاش عارفو والدها بدكش لكان بيناتهم كانت تحمد الله بداخله بانه ما تخدش موقف خيب ضدها قلبهم رقليها بصرحة وكافيهم انها تعلمت درس يا مره ما غاد نساها كانت تخرجها معا من الشرط دياله يلا هلو دي خلاص هزي الصينية ضغية وخرجي بها راهت لش حلوة كيت لنا لا تتمنى ويا كانت لعنها دمازين في السير دياله وعلى وجوده في حياته بحل البتياء لها في الدنيا كانت تمنى وهي هزا ديك الصينية فيها كيساند العسير قد تمام ثاني قدست حدا ماما حدا باباها وماماها اللي بتاسم بدوره اللي عملي دخلات ويتكلم جامال ابتسامة يلا غل خليكم شوية تتعرفوا على بعضكم لانه منا بغا تنقش معك وشي حويش خرج الجامال ما دي كله غرفها بخليهم بسوش امبل عمازن بعيني شغوفي كيتامل المنامح ديالوجهة عارف انها مكت طيقوش لانه تقدم لها شحل ممرة ولكن ما كانش قادر يتق حتى هو الانتظار حتى ما بغيري امسا يدردك الخاتم ديالو في صباحة ملي عرف صدفة بانها فتخات خطوبتها وكي حمض الله لانه استاج بالدعاء ديالو في كل الصلاة كان كيتلوها بخوشوع جمدات تكلمات منا بورود اتبقى ساكس هاكا بزاف بتاسم مازين بوضو بغا تتكلمي تتكلمي انا معك امي كيقول اني عندك شادرة محتاجة تقوليها يا تتكلم بحدة شوفها استد مازين انا انسانك مرتبطة بخطيبة وتكن بغيه بزاف وقت خطوبتك انه مرتبطين عامين يعني من الاخر هاكا انا منزل متعلقى بي وكان بغيه فنصيحة لواجه الله خليك مني وسي القلب على من الحلال اللي تبغيك وتنفعك لاني انا مكسافية بهيتم ورادية بحلي هاكا انا ارغم داكش اللي احسو من ضيق وحزن ولكن ما ما قدرش يتكلم ولكن شكول القليك انا غنخليك اللي دازداز ويا ريس ما نضروش في الماضي حسنت مننا بالغضب من كلام ونضارات واللي قادت لحقها وتكلمات تعود بغضب شوف تهبا اي رسيبات ما كانش دابا ويا ري تخرجني من راسك حيث انا ما عاجبنيش هاد الشي كان نضر معك بهدوء وصراحة بش يكون كل شي واضح شفه باسرار وانا قلت لك اني ما غنيت نازلش لك ومه موقعه انا غدي نبقى مورك حساس ووافقي وكمل كلامه بغضوء غدي نتافقوا واتفاق احنا غن تختبروا وحد الفترة صغيرة نجربيني فيه ونشوفه وش غدي نقدروا نكملوا مع بعضنا ولا لا وعده ماشي شرط اننا نبغيه بعضنا باش نزوجه اهم حاجة تكون ديكله والفا والمودة شاف سيمينه بعينات على الجد سليالي بعد وش حالات مناتهم بزوج قدر مازل انه يفوز بذيك الجولة وطلب من باباها انه تكون الخطبة بعد اسبوعين من ذهبها وقبعها كيتافقوا بهنا ممين انك هتغلي من الغضب والعصبية سب انه شوش على كلامها ودردك شلي فراصه بالاجبار ودرس اربع سنوات كانت واقفة في الشرفة كانتشوف الناس كيدوزوا في الشارع بشروط تكتحس بشي واحد موراها ودرعوا هكا تحطط على كتفة بحانان بدك يشوف مازين كيربط على البطن ديلي كانت منفوخة لانها كانت حاملة ودرسه فهنلقا كيش من ذاك العبير دياله زوينة في انساء يوم خلياني قلت من ابتسامه وها حس بها اكا قريب منها وانو اكس كانت فكر نهار جيزي تقدمتيني بدك يشوفها بتدمر لماذا كانت فكرين بديك الايام الخيبة حبيبي ويبدك يضحك ولو حبيبها كل سعادة وحب تقفيني انك عقلي بك تخرجي لي وعامين ونصغي خطوبة لدرجة انه حس بحلا صافي معرفش انه بغيت انتظاهر تحكي اسمينا منه وضعت رعصة في الحب دياله حسنته ورحمتيني شو بقي شبورة يا مورا يا حتى طيحتيني فيك بعد ماكنت صافي استيس قلبي بس لا رأى سبحانه وبساسم ليس شي حلم ديال نهار وليلة سينين داس وانا كان ديال انك تكوني ليه في داري انك تكوني وانيسة ديالي في الحياة بعد ما دوس تقريبا الربع دياله بوحدي يلا قلس نهضر معك وقول لقدش كان بغيك ولما كانتك في قلبي ما غاديش يكفيني الكلام بداش كتشوف بشغف وحب كتحس بقلبها كان ينبض اكثر واكثر الوجود دياله في حياتها انا كان بغيك بالساس والحب ما فيش شي واحد من غيرك انت الحب ما فهمتوش الا على يديك وتعلمتش انه معنى اني نبغي اي حاجة في حياتي قبلك كانتك في مجرد صارب ما عنده لا طعم ولا حتى شي حاجة الوجود ديالك عرفت المعنى الحياة وغنى حاول ديالك مع اني نرد ولا وجوز ابسيط واندك شريدتي معي وهنا الكلام ما كيكفيش لان العناق يمكنني حسوي هذ الكلمات الحضن دياله كتحس بدك الامان معه وكتستمت طاقة دياله منه عليدي تعلمات انه دك شلاشه كان غيت خربيق انه على قبله كتعيش هذ الحياة ولا جوز كبير من حياته ويمكن حياةها كاملة كل نهار كتحس انها كانت حمقى لانها مبغتش من الاول وضيعات سينين كتجربونها صارب ما قادرتش شدو بيتيها الحب شي كل ما كالج قولي كان حسوه بضيق الحياة وكأنها دا كنم يفسح السحري لكل القفل كنظنو بلا مسدود لأبد عاش حياتها في تجربة ظننت انها ملكاتها ومثالكات عدريات قلبها ولكن ما كانش عارفة انها عاش حياة زائفة انه قاعدك شل داس منه كان مجرد صارب 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 الهاوى وصارب العشق تكونوا كانت مني انكم تكونوا استمتعتكم بهذه القصة وهذه القصة كانت فيها واحد درس للبنات اللي كيتبعو التخربيق والكلام الفارغ وذوك الشباب اللي كيبغلوا غيد وضو الوقت وذوك التسليات وذلك العلاقات اللي كيتكونوا على طريق الانترنت ومواقع التواصل الشمائي اللي كتكون شي حاجة ماشي في الواقية ماشي ملموسة كيكون غير غيد خربيق ومعنده اشي اساس من الواقع هذي تجربة اللي ممكن انكم تستبدو منها لأتمنى ان القصة تكون عجباتكم وخليوا لايك تلقوا ان شاء الله مع قصة جديدة على نفس القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة